بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله أسباب نحافة الوجه من أبرز الأسباب المؤدية لجعل الوجه يبدو أكثر نحافة هو التعب والإرهاق والقيام بمجهود شديد والإكثار من وضع مستحضرات التجميل على الوجه وخاصة تلك التي تكون مجهولة المصدر والغنية بالمواد الكيميائية وقلة تناول الفواكه والخضروات التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية والتي تعود بالفائدة على الوجه والبشرة بشكل عام أيضا قلة شرب الماء الذي يؤدي إلى جفاف البشرة وشحوبها أيضا عدم القيام بالتمارين الرياضية وخاصة تمارين الوجه نقصان بفيتامينات ضرورية للجسم وللبشرة طبعا كفيتامين A وفيتامين C أيضا يؤثر كثرة السهر اليومي والمستمر وعدم الحصول على قدر كافي من النوم وكثرة التوتر والتعرض للضغوطات النفسية الشديدة بالإضافة إلى الإصابة بالاضطرابات نفسية كالاكتئاب أو النهام العصبي الذي يبدأ به الأمر بالإفراد في تناول الطعام وينتهي بتقيئ ما يتم تناوله فلا يستفيد الجسم من الطعام المأكول أيضا الخضوع للعلاج الكيميائي أيضا اتباع نظام غذائي غير متوازن ويركز على مناطق معينة بالجسم دون غيرها واتباع أنظمة غذائية قاسية للتنحيف فتسبب خسارة كبيرة بدهون الوجه ومن هذه الرجيمات الرجيم الكيميائي الذي يسبب فقدان الكثير من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم وهناك أيضا أسباب وراثية تؤثر على الوجه وتجعله أكثر نحافة وشحوبا حبيبنا نكتفي بهذا اليوم في هذا الفيديو وسنتحدث في الفيديو القادم إن شاء الله عن أهم الوصفات الطبيعية لنفخ الخلود نتمنى للجميع دوام الصحة والطمأنينة ومثل العالم ننتظر رأيكم والتعليقكم على هذا الموضوع وإذا فيه أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله كما عودناكم دائما بالجليد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله